والمقصد الثاني من مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظها هو مقصد حفظ النفس وقد تقدم معنا أن المراد بحفظ النفس أي النفس المعصومة التي عصمها الله عز وجل عن الاعتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولذلك فإن الله عز وجل حرم على المرء أن يقتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن رحمة الله عز وجل شرعه لهذه الأحكام التي فيها حفظ النفس والتي فيها النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة كما قال جل وعلا وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فدل ذلك على أن حفظ النفس بعدم إلقائها في التهلكة هو من الإحسان الذي يحبه الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى به وكما نهى الله عز وجل المرء عن إذاء نفسه والاعتداء عليها فقد نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء على غيره كما قال سبحانه وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فلا يجوز قتل النفس المعصومة سواء كان مسلما أو غير مسلم فكل من عصم الله عز وجل دمه فإنه يحرم الاعتداء عليه وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن خالف هذا الأمر استحق العقوبة فإن من قتل مسلما فإنه يستحق عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا بالقصص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وعقوبة الآخرة بالعذاب الأليم عند الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وهذا الأمر في حفظ هذا المقصد وهو حفظ النفس جاءت الشرائع كلها به كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن بني إسرائيل هذا المعنى المنصوص عليه هنا فقال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وهذا يدلنا على أن هذا المقصد الذي أكدت عليه الشريعة في عشرات الأدلة بل ربما يكون في مئاتها في حفظ النفس كلا أو بعضا نفس الشخص أو نفس غيره أكدت عليها كذلك الشرائع التي أوحاها الله عز وجل لأنبيائه قبلنا